اشتركوا في القناة هذا برنامج طب الأعشاب طب الأعشاب طب الأعشاب كلمة كانت متوارثة أيام أجدادنا أيام زمان ما كان لصيدلية ولا كان مستشفى ولا كان سيارة إصحاف تحملكم بالليل آيا صدري ولا حقول المستشفى وكانت الناس أعمارها سبعين شوفوا بديت من السبعين وثمانين وتسعين ومية ومية وكسور والله كانت الناس نفسيتها مرتاحة مو تمسك الريموت وتقلب على هالقنوات العالمية وتشوف حروب وقصف واعتقال وجثث وشهدة وما غيره وإصابات خربت بيوتنا هاي الأخبار تعبت نفسيتنا ونفسية أهلينا أصبحت أمراضنا الله وكيلكم ضغط وسكر مين في بيته حدا ما عنده لا ضغط ولا عنده سكر ولا عنده سمنة لأنه سمنة نقعد قدام أمام التلفاز أو شاشة التلفزيون نقلب ما حدا مرتاح مثل أيام زمان وكان يا ما كان كانت أجدادنا يتعالج بالأعشاب وكانوا يتوارثوا وصفات الأعشاب الوصفات المجربة والوصفات الأمينة كانوا أجدادنا وكل بيوتهم ما كانت تخلوا من الحلبة واليانسون والحب السوداء والعسل من السنة للسنة وزيت الزيتون والدهم والزبدة والزيتون والمخللات هذا طب الأعشاب هذا برنامجكم معاكم على الهواء مباشرة من خلال أستوديوهات قناة سام الراء الفضائية نستقبل اتصالاتكم ترى أرقام تظهر أسفل الشاشة نحن معاكم على الهواء مباشرة وأول اتصال والسلام عليكم يا أم رسوله مستعجلة يلا أهل السلام عليكم يا ألو ويا أم رسول وراحت أم رسول وراح الاتصال نعود يرحم أيام زمان يرحم أجدادكم أنا أذكركم بالعودة للطبيعة أذكركم بالصحة القوية أذكركم برجال زمان يرحم أيام رجال زمان كل يوم يمشي علينا تكون الرجال اللي قبلنا أفضل مننا والله بصحتها وعافيتها بقوة نظرها فبالتالي كانت الناس توقع وكانت تنكسر لكن كان يجبر كسرها كانت النساء تولد لكن كانت تولد في بيوتها كانت الأمراض موجودة الجدري والحصبة وما غيره يقول لك اللي ما يحصب ما يستفيد لازم يحصب هذا تعلمنا من أجدادنا يلا وهاتوا الاتصال أهل وسلام عليكم يا أبو رسول السلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمته وبركاته شعورك خبير العشاء الله يا ربي يرضى عليك ويحميك يا أهل وسهلا الله يسلمك يا حمال لك حبيت أسأل عندي انزلاق أضروخي بالشغل الرابعة والخامسة تمام الألم بينزل على وركك وعلى رجلك ألو الألم بينزل من ظهرك على وركك وعلى الرجل للأسفل ينزل الألم من ظهري على رجلي اليسار يلا شكرا لأتصالك فيه وصفة من الوصفات جداً رائعة أنا ذكرتها من خلال هذه القناة والقنوات اللي أنا بكون عليها من خلال الأسبوع ذكرت إنه بنحضر التمر بنهرسو أو التمر المهروس أو العجوة المهروسة عجينها بنضع عليه ملعقتين لثلث ملاعق من بودرة الزنجبيل الزنجبيل المطحون بنضع عليها من زيت الزيتون قدر ملعقتين بنعجنهم كلياتهم مع بعض بنضحها مثل اللاسقة على الظهر بنتركها ساعة إلا ربع هذه ساعدت كثيرين من الناس ابعون الله سبحانه وتعالى كرر العملية كل ليلة ساعة فقط لساعة إلا ربع وبعون الله سبحانه وتعالى إنك بتستفيد أيضاً قبل النوم مرخ الظهر بزيت الخروع زيت الخروع البور الأصلي يكون أصلي وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يشفيك وزيت الخروع بإمكاننا نضيف إله زيت الحب السودة زيت الحب السودة فيها شفاء وزيتها فيه شفاء إذن زيت الحب السودة وزيت الخروع أو زيت الحب السودة وزيت السمسم الخالص اتنين نخلطهم مع بعض وتمريه خفيف موتد ليك وبتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى وألف سلام عليكم وهاته الاتصال يا ندا سلام عليكم يا ندا يا ندا ونغني لك يا ندا على الهوى مباشرة وراح الاتصال إذن للي بتابعني لأول مرة أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل الكاتب والباحث بالأعشاب عضو اتحاد الكتاب والأدباء حسن خليفة هذه الحلقة موجودة على موقع قناة سام الراء الفضائية على الفيسبوك بإمكانكم اتشاهدوها وتستفيدوا أيضا موجودة غدا بإمكانكم انكم اتشاهدوها بإذن الله سبحانه وتعالى لكن صراحة الإخوة العراقيين أنا أحبكم في الله لكن البعض شاهدت البعض في الأسبوع الماضي كنت في حلقة ولو أني أنا طالع من قناة عربية معروفة لألكم وإجيت وقدمت برنامج وهذا البرنامج لوجه الله عز وجل يعني واحد يقول لي يا أقرع متعالد شعرك شوفوا بالله عليكم أعطيكم وصفة لبناتنا وخواتنا لكن على موقع قناة سامراء شوفوا هالحاكي ماني أصلع بعدين أنا ماني وعمري عشرين سنة شعري فارغ وعاملي صبايكي يعني أنا مزوج أولادي وأولادي أولادي موجودين إيش رايك يكون عمري سبعين سنة وأخط لك جل يا أصلع تراك أنت أصلع وكل إخوانك صلعان لكن ما تيجي فيي لأنه عيب أنا أقدم هذا البرنامج لأخواتنا وأهلينا لكن بدنا نتحمل السراء والضراء لكن أنا أحكي للإخوة بالعراق يكثر خير اللي يجي فييه عيب بإمكاني أطلع أي قناة جزائرية عربية سعودية خليجية لكن أنا أتشرف معاكم لكن خلي يعني الروح الحلوة والدعابة وقول يكثر خيرك أو ما ترد أفضل يعني منتشرف أنه أنت ما ترد إذن للإخوة اللي موجودين الآن بتابعونا هذا البرنامج على فكرة مولى العراق لوحدها لأنه إحنا من خلال قمر النيلسات يعني اللي جالس في مصر يقلب يشوف هلأ قناة سامراء ويشوف خبير لأعشاب حسن خليفة يأديكم معلومات مفيدة لصحتكم ولأولادكم اللي اتفيدكم أبعونا الله سبحانه وتعالى ولولا هذا البرنامج ناجح ما أكون بينكم إلي سنوات طويلة من فضل الله لكن للي ما يعرفني لأنه الإنسان ما يعرف شو يصير معاه بالأيام القادمة أو ما بعد لكن والله إلي من المؤلفات أتشرف إنها مترجمة بالفرنسي أنا اللي تشوفوني عربي وأطلع على قناتكم عندي من الكتب كتاب جنة العشاب كتاب علاج العليل بالطب البديل كتاب أنت والأعشاب من خلاصة تذكر الدوود وكثر خيرنا أعملنا في دنيانا ونعطيكم لوجه الله عز وجل وأسأل الله سبحانه وتعالى إحنا وأهل أصحاب هذه القناة إنه الله سبحانه وتعالى يعطينا أجر أي وصفة أساعد فيها الناس لوجه الله عز وجل أما معلش نأجل الاتصال ثاني للإخوة اللي بتابعونا في الجزائر الشقيق والعزيز على قلوبنا إحنا كمملكة أردنية هاشمية وعراقيين وأهل فلسطين وأهل الوطن العربي نحبكم في الله نتشرف بزيارتكم بدعوة من وزارة الثقافة إن شاء الله بعد أيام قليلة نتشرف بحضور معرض الكتاب الدولي في الصالون صالون الكتاب الدولي بالعاصمة الجزائر وأيضاً في يوم مجاني راح يكون اللي نستفيد من الأعشاب ووصفات الأعشاب فوائد الأعشاب أضرار الأعشاب مين يتناول الأعشاب الزيوت الطبيعية نتكلم عن الأعشاب اللي بتفيد بعض الأمراض في مركز اسمه ومركز فدني بعون الله سبحانه وتعالى بنقدم يوم مجاني للإخوة من خلال حسن خليفة خبير الأعشاب وأيضاً راح أوقع على كتبي في معرض الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى بالجزائر وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه كل الناس تستفيد من هالخبرة اللي بنضحها بين إيديكم هي خبرة متواضعة بعون الله سبحانه وتعالى وبيكفي إنها من المجربات وهاته الاتصال وراح الاتصال إذن يا أخوان اللي بدي يعيش حياته بسعادة وينام ليله الطويل اتبعوا بس هالكلمات اللي بحكي لكم إياها المعدة هي بيت الداء والله والحمية راس الغداء إذن المعدة هي بيت الداء وهاته الاتصال أهل وسلام عليكم يا أهل وسلام عليكم وراح الاتصال وننتظر الاتصال هاته الاتصال أهل وسلام عليكم عليكم وسلام بلد أهلا درستي معي البرنامج اتفضلي أنا حسن خليفة معك على الهواء خبير العشاب شامك الدكتور أنا خبير لأعشاب حسن خليفة أهلا وسهلا عم بسمعك إذن قلل من طعامك يعني أنت قللي من طعامك وأنت قلل من طعامك لكن نشملكم قلل من طعامك تحمد بمنامك بتنام مرتاح لكن مشكلتنا العرب إنه العشا وجبة رئيسية أنا أقولكم العشا هي وجبة فطور غداء عشاء ثلاث وجبات لكن العشا الدسم لحم ورز وشوربة وبامية وخبز وتقعد على هالتلفزيون تقلب محطات أنت والناية مواحد ما بتتحرك هذه سموم دخلت على بدنك هذه مصايبنا خلي ثلث لطعامك وثلث لشرابك عشان يكون عشا خفيف العين اللي تاكل والله بتحمد صحتك بتحمد صحتك لكن مشكلتنا إحنا العرب بكون عندنا مليون مشكلة وزعلنين وعندنا كثير من البلاوي ما نحط إلا هالأكل أمامنا يقول لك يش نسوي أريد أكل يخي لا تاكل إذن درهم وقايا خير من قنطار علاج أذكركم بأقوال أجدادكم أقوال ناس زمان وهاتوا الاتصال أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسلام حسن خليفة حسن خليفة معاك على الهواء يا ميت أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك دفار الدكتور أنا عندي مشكلة بالحي يعني بتجلل بشرة حساسية دائما حساسية بالجلد نعم يعني الظل بشرة ما تجاف يعني على طول والفطور يعني عندي تشغل خبير قدمية يعني ما قاعدت حل لا أنا فهمت إنه عندك حساسية بالجلد صحيح أنتوا فهمتوا معاي إخواننا البستوديو الصوت مهندس الصوت عنده جفاف بالجلد يلا جفاف الجلد دلك بزيت زيت معروف اسمه زيت الأرقان إذا ما فيه زيت أرقان بإمكاننا ندلك بزيت القليسرين أو كمان مرة زيت جوز الهند في منه علب زيت جوز الهند مرطب للبشرة وأيضا بعطي نعومة للبشرة أيضا بيخلصنا من كثير من المشاكل والعلب العلل اللي تصير في أبدالنا في جسمنا من الخارج أيضا أذكر بشيء مفيد إذا كان أصلي طبعا اللي هو زيت السمسم من أسمائه زيت الصليط أو الجلجلان أو الجلجلان ندلك كل ليلة قبل ما تنام وإلتزم لمدة أسبوعين وروح إدعي نوهات والاتصال وألو السلام عليكم أهل السلام عليكم وعليكم السلام يا ريت نرفع الصوت شوي خبير الأعشاب لكن خبير الأعشاب مو سامع صوتك يا أستاذي أهلا وسهلا أتمنى ترفع صوتك أهلا وسهلا وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضل عيدا 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 خبير الأعشاب حسن خليفة معاك على الهواء سؤالك إذن بقول لكم اليوم حمشي الحلقة بشيء يعجبكم أمثلة أيام زمان أيام العجايز أيام ما كانت صحتهم صحة كويسة إذن بقول لكم الماء الماء غلب البلاء تصدقوا عشان هيك داما أنا في برنامجي أقول اشرب ماء بتخرج السموم من بدنك إذا ما شربت ماء بتكون جاف وتعبان وجسمك مو مروي فبالتالي الماء بيغلب البلاء اشربوا ماء وهذا الاتصال وقالوا السلام عليكم قالوا السلام عليكم وراح الاتصال إذن من الأمثال القديمة أيضا فيه اتصال من الأمثال القديمة بيقول لك اتعشى هذا مثل حسن خليفة لكن مثل معروف عند أجدادنا زمان اتعشى وروح تمشى اتعشى وروح تمشى والله بتسلم من الأمراض لو أربعين خطوة اتعشى وتمشى لو أربعين خطوة لا بكون لك كرش ولا شيء بكون جسمك ما شاء الله عليه أعطيته حقه خصوصا المشي بيخلصنا من الكوليسترول والدهون والدهون الثلاثية أيضا مفيد جدا للعضلات وبنشط الدورة الدموية في أبداننا إذن المشي أيضا المشي حارق للدهون حارق للدهون بعون الله سبحانه وتعالى لكن احنا ما نمشي لو أي إنسان عنده مشكلة بالكوليسترول والسكر ومشي والله لا يحرق هاي الأمراض بنفسه مو بحاجة لا لبرنامجنا ولا بحاجة لأي طبيب يرحم أيام زمان يرحم أيام أجدادكم اللي كانوا يمشوا فبالتالي أطلقوا على الإنسان أنه لما يتعشى يقولوا له روح اتعشى وروح اتمشى وهات الاتصال قالوا السلام عليكم ألو وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمته وبركاته نرفع الصوت ألو يا ألو ألو يا مسائل نور يا ريت ترفعي صوتك ستة الكريمة ألو ألو خذي يا باسم أبو درة ألو ألو لو سمحت أنه تعطيني إيش مشكلتها فصلت عرفتوا إيش مشكلتها ما عرفتوا مهندسين الصوت إذن كل الشكر والتحايا للإخوة في أستوديوهات أربيل لمخرج البث مروان غالب الله يسعد مساك يا مروان اليوم بصحبة المخرج المبدع إحسان الجنابي أخوي وصديقي والإنسان اللي نحبه في الله عز وجل وأيضا هو من التعبنين اليوم وجاي عشان هذا البرنامج يوصل لبيوتكم وحتى تستفيدوا باسم أبو درة يسعد مساك مهندس التصوير وهاته الاتصال يا ألو السلام عليكم عليكم والسلام هلأ يا هلأ يسعد مساك معاك يلا إذن الأكل بالشبعان إخسارة وهاته الاتصال الأكل بالشبعان إخسارة يا ألو يا ألو كبير وياك كبير يا ستي أنني حصب المرارة حصب المرارة بذور اسمعيني من خلال جهاز التلفزيون أو اسمعني من خلال جهاز التلفزيون حصب المرارة إذا كانت كبيرة أنصح بالعملية سهلة وأمينة بعون الله سبحانه وتعالى جراح شاطر أو طبيب باطنية بحل لك الموضوع يوم يومين وبنخلص منها أما إذا كانت بسيطة بإمكاننا ناخذ من بذور الكتان ملعقة على كوب المي يصب عليها الماء الساخن تترك تنقع ربع ساعة بنشرب المنقوع مرتين باليوم بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى أيضا من الوصفات المجربة اللي هي شرب منقوع أو راق النعناع ثلث مرات باليوم إلى أربع أربع أكواب لو حلناها بالعسل ما في مشكلة لكن ما نحليها بالسكر أنا ضد الأبياضين اللي هم السكر والملح انتبه لغداك ابتعد عن الدهون والشحوم خلي أكلك معتدل حاول أنك تتناول السلطات فبالتالي بتستفيد كثر من تناول عصير الليمون وأيضا الفجل على السلطة وهاتو الاتصال ألو ويا ألو سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمته وبركاته خبير الأعشاب خبير الأعشاب خبير الأعشاب خبير الأعشاب شوك كذيري شولت الحمد لله سؤالك يا ستي الكريم اتفضلي والله عاشت إيدك ورحم الله ووالديك أكلتي من الباذنجان وصرت زينة ورحم الله ووالديك بارك الله بك واني أشكر أك الله يجبر خاطرك يا ستي يرحم أيام أجدادنا كانوا البصل الأخضر والبندورة يقطعوها ويغمسوها بالملح وياكلوا اليوم يقول لك البندورة إذا أكلت البندورة نية فيها سم والله تعرفوني أنا صريح معاكم ما تفرق عندي لا شاشة ولا تلفزيون أسد على التلفزيون يقول لك البندورة إذا أكلتها نية فيها سم أنا مش عارف أجدادنا زمان كانوا يأخذوا البندورة ويركبوا عها الخيل حبتين بندورة وحبتين ثلاث تمر وحبتين ثلاث خيار وكانت أعمارهم مئة سنة بعدين يطلعوا بإحدى التلفزيونات يقول لك البذنجان قشور البذنجان تشفي من السرطان هذا العلم الأجانب ليس مثلنا العرب مهتمين بالأعشاب والأعشاب تدرس في أمريكا في جامعات متخصصة والأعشاب تدرس لكن سموا البذنجان فاكهة الحب تصدقوا بالله ادخلوا على جوجل وكتبوا فاكهة الحب ما يطلع لكو لا تفاح ولا عنب يطلع لكو البذنجان تنصرعوا وتقولوا معقول البذنجان هو فاكهة الحب يالي تحبوا بعضكم الرجال وزوجته حبوا بعضه كل بذنجان وهاتو الاتصال ألو سلام عليكم يا ألو سلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام أروح ورحمة الله وبركاته سؤال دكتور الله يسعدك أنا خبير لأعشاب حسن خليفة مني دكتور يا أخوي دكتور يا ألو عندي زيادة الدم عندك عندي زيادة الدم الشباب تفهموا منه عنده إيش عندك زيادة بالدم يعني دمك 17-18 كم دمك كم قوة دمك كم قوة دمك وراح الاتصال يا أخوان قوة الدم أو زيادة الدم اللي هو التبرع حلها أو الحل اللي أنا بشوفه إنه بناسب بعد استشارة الطبيب طبعا لأنه اللي يعطيك الفحص ويعطيك النسبة ويعطيك الصحيح اللي هي الحجامة المداومة على الحجامة أعطت نتائج جداً مفيدة الحجامة أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لتخلص من كثير من المشاكل الحجامة إلها فوائد جداً عظيمة وإلها أضرار أعظم اللي عنده سكر هابط ممنوع يعمل حجامة اللي عنده دوار ممنوع يعمل حجامة ما يقوم بعدين اللي ضغطه نازل واقي وعمل حجامة ما يقوم عن الكرسي أو عن الفرشة فبالتالي أيضاً اللي عندهم فقر الدم لا يجوز إنه نعملهم حجامة مريض السرطان اللي بده يحجمه لازم يكون إنسان متقف ومتعلم وعنده دورات متخصص بالحجامة إذا بده يحجم أما إحنا نقول الحجامة اللي عندهم الإنزلاق وعندهم مشاكل الرقبة وعندهم الصداع وعندهم الوسواس والوسواس القهري اللي عندهم ضعف عام بشكل عام ومشكل الدم فبالتالي بيستفيد من قصائصها العلاجية وهاته الاتصال يا إسماعيل السلام عليكم يا أستاذ إسماعيل السلام عليكم وعليكم السلام الله يحميك يا إتكرم يا سيدي مشاكل الصدافية الأكواع الجسم فروة الرأس المفاصل اللي تطلع عليها الصدافية وقشور الحل إنك تريح نفسيتك ويتدلك مبدئيا قبل ما نستخدم أي كريم بزيت الخروع زيت الخروع ثلاث أيام بعد ما نستخدم زيت الخروع ثلاث أيام تدليق صبح وآخر النهار خصوصا إذا نمنع بندلك على المفاصل وينما كانت الصدافية حتى لو وصحينا بالليل بنكرر التدليق لكن المجرب بعون الله سبحانه وتعالى إنه نستخدم علبة فازالين نضع عليها من زيت الخروع قدر ملعقتين من الكركم المطحون الكركم المطحون قدر ملعقتين من زيت جوز الهند أو القصط الهندي أو مطحون القصط الهندي كلهم بنعجنهم بسير خلطة بناخذ منهم القليل على مكان الصدافية نداوم عليها مرتين باليوم بعون الله سبحانه وتعالى بنستفيد لكن بعد فترة مو بليلة ولا يوم ليلتين لكن بتحس بتحسن لكن إن شاء الله رب العالمين إنك بتستفيد على مدار الاستخدام وهاته الاتصال يا عبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي أربع أخوان بهم صرع واحد حراري واحد توتري واثنين يعني صرع نفسية فما عندك علاج يعني يفيدهم لأن جربنا دكتور ما استفادينه عندك أربع أخوان عندهم الصرع طيب بإمكانك تدخلي يا ستي عشان أنا أعرف أعمارهم وأخذ وأعطي معاك في سوء بالاتصال حتى تستفيد لأنه مو واحد بإمكاننا أنه تتواصلي معاي بإمكانك تتواصلي معاي من صفحتي خبير الأعشاب حسن خليفة على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة أو جنة الأعشاب تشوفي صوري وتشوفي حلقاتي على سمراء وعلى هالقنوات العالمية وبإذن الله سبحانه وتعالى أني أرد عليك برسالة برسالة وهاتو الاتصال ألو 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 ويا ألو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أروحي ورحمة الله أروحي وبركاته يلا هذه سؤال خبير الأعشاب خبير الأعشاب بشحمه ولحمه أهلا 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 أخويا عنده الزيوب أنفية وزوائد لحمية زوائد اللحمية يلا شكرا لاتصالك وتواصلك معانا الأعشاب ما بتقص اللحم ما فيه عشبة بنطحنها بنحط على اللحمة بالذوب أو نشربها بتذوب شيء من جسم الإنسان ما فيه لحمة ونحط عليها عشبة تروحها ما فيه إن كاننا نروح أصبعي هذا اليوم ما فيه وعشبة ملعقة صبح وملعقة آخر نهار مضغ شمع العسل أو شهد العسل العسل بشهده موجود بالملعقة مرة لمرتين باليوم وبعون الله سبحانه وتعالى بحس بتحسن أيضا تبخيرة البابونج اللي هي الفليلة اللي بتابعونا خارج العراق تبخيرة البابونج بابونج يوضع بماء ساخن يوضع منشفة بيقرب الرأس والبخاري بيطلع بيستفيد من الوجه والجيوب وبعون الله سبحانه وتعالى إنه مطهر ومضاد حيوي طبيعي وهاته الاتصال يا حمودة سلام الله عليك يا حمودة ألو وألو السلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم عندي كتني وزيئني كتفك بوجعك عندي كتني السلام عليكم وعليكم السلام دكتور عندي كتني وزيئني يعني أنتو بالعراق مو راضين تقتنعوا أني أنا خبير بالعشاب معنا دكتور يلا يا أستاذي لكتفك لا تكوى عليه لا تركي عليه لا تركي عليه بالعراقي يلا ولا تحمل بإيدك شيء ثقيل ولا تتعرض للمكيف وإنت لابس خفيف آخر النهارو بالصيف كل هذه بتأثر على أبداننا وعليك تقول من وين المشاكل إذا ما فيه احتكاك لكن أنصحك بملعقة من الكركم على كوب من الحليب ملعقة صغيرة ملعقة كوب من بويدرة الكركم على كوب من الحليب يتفوروا وتركها تتنقع واشرب لمدة ست أسابيع بتستفيد أما الكتف خارجيا زيت الحب السوداء وزيت السمسم وزيت الخروع الثلاثة مع بعض تخلطهم وبتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى أو دهن النعام أو دهن الحنظل موجودات عندك بالعراق أو كريم الطيون اللي أنا أصنعه أيضا موجود بالعراق خليت الكريم أنا بتاعي لآخر شيء وألف سلامة عليك وهاتو الاتصال آلو وآلو وآلو السلام عليكم وعليكم السلام أخوة أنا ريضة تطعطي وتطعطيها مهتك عليكم السلام آلو آلو سلام عليكم روح وعليكم السلام يخوان أعطوني أحكوا أحكوا إيش انقطع الاتصال مفهمته يلا أعطونا غيره خلينا نفيد هالناس ومعنا اتصال ألو سلام عليكم ألو سلام عليكم وعليكم السلام شوارك شيخنا الله يسعدك يا شيخ الشيوخ أنت ألو ألو يا سيدي معاك معاك خبير الأعشاب حسن خليفة فالسؤال 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 تكرم اسأل سؤالك عند بنتي أمرها سنة أو شهر عيون هذا تلعب يعني عيون بنتك عمرها سنة أو شهر تروح وتيجي هيك لا هو يحكي تروح وتيجي عيون بنتك تروح وتيجي تلعب ترجي في عمرها سنة أو نص يعني لا سودي لا بيضي أه تلعب تلعب عيونها تروح وتيجي شكرا يلا حسن خليفة مو مثل اللي يطلعوا على القنوات ولا قلتلك تعال عندي خلطة أخلي بنتك ما شاء الله عليها لو أنه طفلتك هي طفلتي رايح أراجع فيها طبيب عيون لكن مشهور وإذا قدرتك المالية ضعيفة أولاد الحلال عندك بالعراق كثار بيساعدوك بكشفية الطبيب مرة ومرتين وثلاث أعرف إيش المشكلة هي بالعصب هي في مشكلة أنا ما أدري فيها لكن انتبه ما في خلطة تخلي عيون بنتك اللي عمرها شهر وشوي يرجعوا لوضحها إلا بإشراف الطبيب المتخصص بالعيون هو بيعرف المشكلة وليش المشكلة فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي لك طفلتك وأنا عودكم أني أنا ما أبيع خلطات وأنا ما أعمل خلطات وأتحدى أتحدى فبالتالي يمنع إعطاء أي وصفة للأطفال يا أخوان انتبهوا سألتكم بالله الأطفال تروح على عطار أو عشاب أنت حر لكن الخطيط مشوارك أو أنك تروح تسعى لطفلك بخلطة هذا بضره الطفل يا أخوان هو إنسان طفل صغير بينمو والله لو أنه ابن حسن خليفة ما أعطي أي وصفة إلا اليانسون إلا الحلبة إلا دبس الخرنوب للصوت لبحة الصوت لمشاكل الالتهابات الخفيفة روبز مروب الخرنوب عنده سخونة أوكي لكن لازم أعرف إيه سبب سخونة هو التهاب بالحلق باللواز عنده مشكلة بالبطن عنده تسمم غذائي ماحنا نشوف أولادنا يروحوا للمدارس ونشوف بعض التجار الجشعين اللي يجبوننا ويلعبوا بالتواريخ هذه أمراضنا أصلا هذه أمراضنا هذه حياتنا اليوم صارت حياة لا نعرف الواحد يجب أن يأكل يكون خايف والله أنا لا أقصد البسكوت لكن هناك شوكولاتة هناك لبن هناك شراب عصير هناك ناس لا تخاف الله هي الضر طفلي وطفلك فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي لك طفلك وعليك بالطبيب والمرأة الحامل عليها بالطبيب لا تأخذ أي وصفة لاحظ الخليفة بينفعك ولا غيره إذا تنولت أي عشبة خصوصا لا مشكلة النحافة بكرة بتولدي رضعي هالطفل حليب اللباء أول ما تلضع طفلك بقوي جهاز مناعته فانتبهي سلامتك بسلامة جنينك سلامتك بسلامة طفلك اللي بتكلي بيستفيد منه ابنك حتى لو بيرضع بينزل مع الحليب فهذه وصيتي لكم لو غيري عملك خلطة وباعك لكن أنا الله يشد لا الحمد لله مستورة ما علينا دين ابقوا معنا رحين نطلع فاصل قصير ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى نستقبل اتصالاتكم فاصل وراجعين نواصل فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر 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 وعالجوا كل مريضا بنباتات أرضه فهي أجلب لشفاءه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير معاكم على الهواء من خلال قناة سامراء الفضائي ونتشرف أن نكون معاكم ندخل على بيوتكم ونعطيكم المعلومة السهلة والمعلومة الأمينة والمجربات مجربات أيام زمان ومحلة أيام زمان كان رائق زمان مخم كان رائق المغرب كانوا يجتمعوا أكبار السنة يقعدوا باب البيوت أو بالمقاهي أو أو وكانت الناس تحكي قصصها لبعض وتشكي مشاكلها لبعض وكانت تنحل الأمور لكن اليوم اختلفت أوضاعنا واختلفت صحتنا واختلف نومنا واختلف أكلنا وهاتوا يا أمراض والله سبحانه وتعالى يبعد عنكم الأمراض وهاتوا الاتصال يا ضاري يا ضاري أخي يعني عندي ابني بثالول ابنك بثالول كم عمره؟ شب حصن خليفة نعم تسلم يا أستاذي كم عمره ابنك أو طفلك؟ نعم شبك يا دكتور خبير العشاب يا رجال خبير العشاب حصن خليفة كم ابنك عمره؟ عمره سنتين دكتور من وين جاء الثالول؟ سنتين حدا بالبيت عنده ثواليل؟ أي ابني عنده ثالول بجهر أيوة حدا غير ابنك عنده ثواليل بالبيت؟ نعم ثالول بحمسة وبقيونة نعم نعم حدا بالبيت عنده ثواليل غير ابنك هذا؟ نعم هي مشكلة الاتصالات نعم يلا هو عنده نعم عنده ديرانة يلا شكرا لاتصالك فقط زيت الخروع فقط زيت الخروع فقط لأنه طفل صغير زيت الخروع لو وضعناه حتى على اللاسقة بتاعة الجروح نضع زيت الخروع نضحها على هذه المنطقة كل ساعتين ثلاثة بعينك الله أنك تبدلها إن شاء الله أنه بتنحل المشكلة طفل صغير صعب أني أتحكم وين الثالول في كثير من الوصفات للثوالي ليخوان منها الثوم منها البصل في منها عرق التين أو حليب التين لكن أخاف على هذا الطفل ويا أم سجاد السلام عليكم أسمعك يا أم سجاد وأسمع صوتك يا مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام أعيني أستاذ حسن خليفة؟ نعم حسن خليفة أعيني خبيرنا بلا زحم عليك أنا أنا عندي ربو وعندي حساسية بالقصبات أخذت عصل؟ عمرك جربتي أنه تلتزمي بالعصل؟ لا أخذت عصل بس أخذت علاج العلاج قامي أذيني قامي يسوي عندي رجفة أعطابي فل هذا السبب لا أريد أن أستعمل العلاج بعد أريد أن أستعمل هي الأعشاب التي إنتجت سلطيها كم عمرك؟ كم عمرك؟ أنا مواليد 85 هاتو الآل الحاسبة خلينا أحسب لك كم عمرك؟ عشرين، ثلاثين، كم؟ وعندي ويايا طفل عمره خمس سنوات هذا ابني مما في الورث الربو من قبلي كمان، طب لا يكون في بيتك رطوبة في رطوبة في بيتك؟ في عندك مشكلة بالبيت؟ يعني في بيتك في رطوبة مثلا؟ في مسببات للربو في شجرة نخيل عندك باب البيت؟ بس، ما عندي رطوبة بالبيت بس أنا من قاني شت صغيرة هو الربوبية وابني وراسة من قبلي يلا، كم عمره ابنك؟ كم عمر طفلك؟ خمس سنوات، إذن روحي دوري على روب اسمه روب الخرنوب علبة صغيرة مثل العسل اسمها دبس الخروب أو الخرنوب حتى موجود بالمولات صناعته روحه تركية موجود بالعراق وموجود بالأردن هو أفضل أنا ما رأيت بإمكانك تاخدي ملعقة صباحاً وملعقة آخر النار ملعقة الطعام وطفلك خمس سنوات ملعقة صغيرة ملعقة أطفال صباحاً وآخر النهار ذلك الصدر منطقة الصدر عندك وعند طفلك بزيت السمسم زيت السمسم وبعينك الله على العسل ملعقة بكوب من الماء العسل يأخذ ملعقة بكوب من الماء مرة صباحاً ومرة آخر النهار إذا بتقدري ما بتقدري مرة واحدة والله سبحانه تعالى يشفيك ويشفي ابنك وهاته الاتصال لكن للربو قصص طويلة لكن إذا عرفنا الجذر بتاعه أو المشكلة الأساسية تنحل كل المشاكل في ناس من الشجر في ناس من البيت في ناس من السجاد في ناس من الرطوبة في ناس من سوائل الجلي أو الأمور اللي بتشتغل فيها النساء اللي تنظيف البيوت والسجاد والحمامات وما أشبه وهذه مصايبهم في نساء من الملابس كثير وعندهم حكة وأكلان في الجسم لكن أي واحد فيكم بيشتري فسطان وبيشتري بيجامة ومبسوطة على حالها وبتقول لك الليلة بدي أسير ما شاء الله تروح تغسلها قبل ما تلبسها نصيحة لوجه الله لأنه هاي كانت مخزنة ببلادها وفي عث عث الملابس بيكون فيها ما بتشعري فيها اخسليها ولا تستعجلي بلاش تلبسيها الليلة الليلة الجاي بتلبسيها وروحوا جاربوا إنكم تستفيدوا ولا لا وبالأخص للنساء الألبس الداخلية للنساء مصنعا بالصين وبرة وسوريا وتركيا ونروح نشتريها ونلبسها أنا أحكي لأخواتي وأحكي لأمهاتنا ما أخجل منكم على الهواء لازم تنغسل قبل ما تلبسيها ولا من وين التهابات النسائية انتبهوا وهاتو الاتصال وقالوا السلام عليكم يقول لكم عن العرب يعني يقول لكم نحن قوم نأكل عندما نجوع نحن قوم نأكل عندما نجوع وعندما نأكل لا نشبع بنأكل إحنا العرب لما نجوع صحيح لكن لما نأكل ما بنشبع عيننا على قطعة اللحم هاي وعى الدجاجة هاي ولا بدأ أكلوا رزات هاي ونزيد عليهم وبعدها نجيب الببسي والكولا واللخم وكله ينزل على هالجهاز الهضمي والله لو أنه خلاط فواكه ما لحق على الأكل وتقولوا عندنا أمراض وهاتو الاتصال يا طه يا طه أهل وسلام عليكم السلام عليكم وروح وعليكم السلام سلام عليكم بسكار خبير الأعشاب يا رجال السلام عليكم عد بي ابني الصير صارت بي قوبايا برجلة يعني نحن نسميها طفح جلدي يا باسم أبو درة اي ابنك عنده اي عيد سؤالك رحنا ندول يعني نروح نودي على السيد نودي عيد طفح جلدي ابني صارت جي قوبايا احنا نسميها قوبايا وهي طفح جلدي وين وين تطلع على كل جسمه ولا فقط على منطقة محددة اعزائي المشاهدين شكرا شكرا لا اتس على رجل اذا كانت على رجله جرب زيت الخروع ثلث اربعة ايام وخبرني من خلال صفحتي برسالة صفحتي على الفيسبوك واسأل الله سبحانه وتعالى انه ايش فيه وتواصل معي من خلال صفحتي خليني ااخد ايش المشكلة بالضبط يا استاذي الكريم اتمنى انه ما تكون فطريات اتمنى ما تكون حساسية اتمنى ما يكون شيء ثاني او اقزمة كل هذه بسبب هذه المشاكل فكيف انا من خلال الاتصال اللي هو اتصال كان شوي سيء من المصدر كيف نريد نحللك المشكلة اذا حط على كل الاحوال دلك بزيت الخروع مرتين باليوم واسأل الله سبحانه وتعالى انه يبدأ يتحسن يا استاذي الكريم وهاتوا الاتصال ما جاء كنة مجرحات بالشام الرائي تفضل يا استاذي ما شو هو انا معك على الهوى وراح الاتصال يلا ونحن قاعدين بقهوة نحن قاعدين من خلال شاشة محترمة الناس تستفيد مننا وحسن خليفة بقولكم انه بطن الانسان عدوه تمام والله لو كنتوا انتوا بدل ما معاكم جنسية عراقية جنسية فرنسية اللي لا قملكم كرش لكن احنا نقبل بجنسياتنا وهم وهم احسن منا بالله احنا مسلمين موحدين بالله وديننا بحثنا على نعمة الله سبحانه وتعالى بطعامنا لكن الشراها اللي عنا مسبتنا المصايب كوليسترول دهون دهون ثلاثية كثرة الملح كثرة السكر كثرة الحلاوة وآية كليتيني ولحقوني وبعرضك يا خبير الأعشاب أبوي يغسل وأبوي معه فشل بالكليتين شعر زائد للنساء على أبدانها ما كانت العراقيات هيك كانت العراقيات أجسامها بنضرب فيها المثل كانت العراقيات زمان يتغزلوا بالعيون عين مثل عين الغزال ضربوا الشعر وطلعوا أغاني على العيون وأيضا الشعر اللي كان للخصر اليوم شعرنا كله ميش وصبغات وكل شوي لون ونقصه كاريه أظافر تتكسر شحوب انتفاخ تحت العيون تجعيد بتبلش من العشرين مفروض من الستين إخدود تدخل لجوه أسنان كل يوم طبيب بعدين مناكير أو تلوين الأظافر بعدين أظافر صناعية بعدين باروكا شعر من بره بعدين ومو صحيح مشكلتنا في عظامنا مشكلتنا في أبدالنا مشكلتنا في جلوسنا مشكلتنا أنه ناكل وننام مشكلتنا أنه ما نشرب مي عندنا جفاف بالجسم عندنا مشاكل بالدورة الدموية ونقلت شرب المي والله إذا التزمنا بغذانا والله إنه حجزنا الكثير من الأمراض الليمون نعمة من الله سبحانه وتعالى عصير الليمون يحلى بالعصل النعناع نعمة من الله سبحانه وتعالى إلكم يا عرب إحنا أهل النعناع إحنا اللي علمنا الغرب النعناع إحنا أهل الشيح إحنا أهل الشيح بصحارينا العربية إن كان من الجزائر إن كان من مصر إن كان من العراق إن كان من الأردن إحنا أهل الجوز عين الجمل بلادنا إحنا أهل الأعشاب إحنا أهل الخضروات إحنا اللي عنا الكرمب الملفوف إحنا اللي عنا البدنجان إحنا عنا نعمة من الله سبحانه وتعالى أقسم لكم بالله العلي القدير عنا الدواء اللي بيعالج كل الكرة الأرضية العراق والتمر العراق والرطب وينها؟ وهزي إليك بجذع النخلة يا تساقط وين دمهم اللي كان قوي وين إعظامهم؟ وين هذا المنجم منجم الغذاء ومنجم الدواء؟ أنتوا تاكلوا التمر حبتين وثلاث والباقي بدكم رزوا لحم وبدكم دهن وبدكم الزيوت وبدكم مو مالحطة بخلاء ملحيها وهات خلصينا سنبين أبيضين إذا اعتدلنا فيهم تناولهم والله اخلصنا من الأمراض خصوصا مين فيكم عمره خمسين سنة مخيف على كليتينه أنتوا اليوم فشل الكليتين في أطفالنا وشبابنا وصبايانا أختي وأختك نلتزم المواد الحافظة اللي في الشبس والشوكولاتة وغيره نقول نستبدلها بأي شيء كان ارجعوا للحلويات اللي تعملوها ببيوتكم زمان اللي كانت أجدادكم وأمهاتكم يرحم أمهاتكم يلي أمه توفت واللي عايشة الله يرحمها كمان الرحمة بالجوز على الحي وعلى الميت والله الاهتمام بالغذاء أنا اليوم قصدت في هذا البرنامج أنه أهتم في غذائكم أهتم بمعدتكم أنا حكيت أو تكلمت أنه المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء والحمية هي رأس الغذاء والشفاء وروح اتعشى والله تمشى لو أربعين خطوة اتعشى وتمشى اشرب ميه وأنت جالس مو أنت واقف اليوم يمشوا بالشوارع سيقارة وقهوة وميه ببسي وما أشبه هذا عصر السرعة حتى بالأكل ينام وياكل يكوع وياكل يشرب وهو نايم إيش هالعيشة هذي عيشة هذي مو عيشة مو البني آدمين اللي ياكلوهم وجالسين وهم ماشين وسندويشة وانت تسوق بالسيارة وتزمر وعينك على الحلوة الفلانية ومشيت وتصفر يعقولنا مو معانا يكون عنده مشاكل يشوفوا حتى يلابس الجنس عين وتروح عليها ينسى شوي وبعدين يزعل هذول العرب أنا أتكلم معاكم صحيح الرجال ما يعبي عينهم إلا الترق وهلا يشنوا حرب علي حرين وصحيح كلامي الله يستر اللي صاير فينا مو قليل الأخ تخلى عن أخوه والجار تخلى عن جاره إحنا مسلمين موحدين رسولنا صلى الله عليه وسلم كتابنا القرآن الكريم حثنا على التخاوي حثنا على كثير من الأمور إيش اللي صار ما نعرف إيش اللي صار لكن والله التصافي والله والله الأردن من ناسبين السعوديين الأردن من ناسبين العراقيين الأردن من ناسبين أهل فلسطين الأردن من ناسبين أهل الشام كانت كلها اسمها بلاد الشام وكانت الناس ما عندها سيارات وبي أم دابليو كان عندهم بي أم دابليو الإحصان والجمل والإحمار هذا كان فور باي فور وكانوا يقطعوا من قرية لقرية والله ما حدا يمسهم بالعكس يسلموا عليه وضيفوا ويترجوا أنه ينزل ينام عندهم لكن هذا اللي صار فينا في بلادنا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلئم القلوب ويشفي الشرخ اللي بينكم وبين هالناس وأسأل الله سبحانه وتعالى يحنن القلوب على بعض واللي صار فينا والله أنه يعز علينا في وطننا العربي لكن أقول لكم أول واحد يريد علاج وإن كان عندكم وصفة لخبير الأعشاب حسن خليفة لمشكلة النفسية منشوف نقلب به الرموت إن كان العراق والإن كان اليمن والله كلهم يعزوا علينا والله كلهم يعزوا علينا لكن أسأل الله سبحانه وتعالى يلطف بالجميع هذا طب الأعشاب هذا برنامجكم كنت معاكم ساعة على الهواء من خلال أستاذات قناة سامراء الفضائية روحوا سلام الله عليكم وروحوا ورحمته وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر